السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة خليك الأول النهاردة بتقدم لنا حل امتحام محافظة شرقية لمدة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي معاكم مستر حسين عبد الكريم الخريطة رقم واحد الرعي البداي رقم اثنين النرويج رقم ثلاثة إقليم روسيا وأوكرانيا رقم أربعة البحر البلطي رقم أربعة البحر البلطي رقم بما تفسر تأثر انتاج السكر بدولة فرنسا بالظروف المناخية السعيدة لأن دولة فرنسا تنتج السكر من محصول البنجر لأن دولة فرنسا في قرية أوروبا ولا يصلح زراعة القصف في قرية أوروبا رقم اثنين يحتل البترول حاليا المصدر الأول للطاقة المستخدمة طبعا لأن البترول له فوائد عديدة لأن البترول هو أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرتبط بالعلاقات السياسية كل تعديل العاملين في القطاع الزراعي بدولة ألمانيا لأن الزراعة في ألمانيا تعتمد على الألات العلمية الحديثة رقم واحد في اختار تمارس حرفة الرعي المناطق الحارة والمعادن الباردة في قارة حارة معتدلة وباردة كل المناطق دي تبقى موجودة في قارة أسيا في قارة أسيا النشاط التعديني واستخراج المعادن ومصير الطاقة وهذه العبارة لا تنطبق على الألمونيوم يأتي على قمة النشاطة الاقتصادية المطورة في العالم النشاط الصناعي لنيجيريا حدود مشتركة مع أربع دول أقربهم لمدينة لاجوس طبعا أقربهم لمدينة لاجوس مدينة دولة بنين ما رأيك للأسف السؤال مش واضح يعني مش واضح في شنال نجاوبه السؤال الثاني ده علامة صحة وخطأ بطول ترتبط كثير من الأنشطة التي يمارسها الإنسان بالموارد نقط للأسف برضو مش واضح السؤال بعدها تعد الأبكار للمصدر رئيسي للنحوم الحمراء لجميع سكان العالم طبعا على حسب مواضح طبعا تبقى العبارة خطأ لأن الصين معظم لحمتها لحمة خنازية فمش جميع سكان العالم المصدر الأساسي للأبكار فالعبارة تبقى خطأ رقم اثنين رقم ثلاثة توجد بقارة أسيا أولى دول العالم طبعا عبارة خطأ لأن أولى دول في إنتاج الدوجن والولايات المتحدة الأمريكية وفي أمريكا الشمالية للظروف المناخية بجنوب دولة نيجيري أثار إيجابية وأخرى سلبية طبعا الأثار الإيجابية في العبارة صحيحة لأن الأثار الإيجابية وجود غبات بيستفيدوا من أخشابها وزراعة الأرز وزراعة المطاط والأثار السلبية السكانوا ليلين جدا في ديلة النهر النيجير لكسافة الغبات وقصفة المناخ فالعبارة صحيحة يبقى رقم واحد مش عارفين نقراه لأسف رقم اثنين العبارة قلنا خاطئة رقم ثلاثة خاطئة رقم اربعة صحيحة بالنسبة لما يحدث إذا لم تتوافر لم تصبح النرويج من أهم المصدرة للأسماك لم تحقق دول أوروبا الوحدة الاقتصادية طبعا لم تستطيع أوروبا تحقق تنمية اقتصادية ولم تصبح من أقوة الاقتصادية الهمة في العالم محصول زراعي دائم الخضرة يبقى الشاي محصول زراعي دائم